بقول لك يا بو سمبا سمبا مش هجبني الكابتن بيشتكي منه في التمرين وحايزك بدي عليه شوية لانا بصراحة زهقت كل يوم وقل له ركز في التمرين ركز في التمرين وبردو مفيش فايدة لازم برضو يا بو سمبا انت تتكلم معي حضر يا بو سمبا انا بقى لا هتكلم معي اصلك بصراحة زي ما انت شايفة كده انا مشغول وفي مشاكل كتير اوي في الغابة انا مش هعرف بصراحة هجيب وقت مني معلش بقى يا بو سمبا ربنا يا افيك هنعمله ايه طيب ولازم برضو سمبا يعرف ان هو وراه برضو حاجات ومسئوليات لازم يقوم بيها مش معقول كل مرة وجد التمرين الكابتن يشتكي منه ويقول لي سمبا مش مركز وكمان المدرسين في المدرسة بيشتكوا منه وبيقولوا لي برضو مش بيركز اتكلم معي يا بو سمبا وشوف حل للموضوع ده انا بجد كل مرة اتكلم معي وبردو مفيش فايدة شوف بقى انت حل معي بقى يا بو سمبا انا هروح دلوقتي اشوف هعمل غدا ايه وابعته لك وانت بقى تتكلم معي ماشي يا امو سمبا يا باعتفوني وانت بقى اعمللنا كده شوية لحمة محمرين كده اللي انا نفسي فيها بقى لك يا مقاوي يا باعتفوني وحشتني بصراحة الاكل دي روح انت بقى وبعتفوني على طول حضر يا بو سمبا يلا بعد اذنك انا بقى مع السلامة يا رب سمبا مايتأخرش عشان انا النهار ده عندي اجتماع مهمة ايوانات العابة يا رب يجي بسرعة عشان انحق اتكلم معي نعم يا بابا ماما قالتلي ان حددك عاوزني خير يا بابا فيه حاجة؟ ايو ايه يا سمبا فيه حاجة الكابتن اشتكلي منك والمدرسين كمان يا سمبا اشتكلي منك فيه ايه يا سمبا كلهم بيقولوا ان انت مش مركز ليه يا حبيبي اللي بيخليك ان انت مش مركز في تمينك وفي دروسك قللي لو فيه حاجة مضايقات احكيني وانا وانت نحاول نحلها مع بعض بصراحة يا بابا السبب اللي بيخليني اننا مش مركز اننا طول الوقت تفكري مجهول بالبيع السحر يا بابا اللي عنداني هنا في الغابة وحضرتك يا بابا مش عايز تقولي على مكانه ولا حتى حضرتك عايز توديني وبعدين بقى معاك يا سمبا احنا تكلمنا في الموضوع ده اكتر من مرة وانا قلتلك ان المكان ده خضر وما ينفعش ان انت تروحه ولا لوحدك ولا حتى مايا وبين انا قلتلك يا سمبا ان انت تركز في دروسك وتركز في تمرينك وملكش دعوة باي حاجة بتدور هنا في الغابة ممكن يا سمبا لو سمحت قال لا يا بابا انت عارف حضرتك ان انا بتحك في قص المغادر معلش يا بابا انا بهضر من فضل حضرتك يا بابا ارجوك لو حضرتك رايح في اي وقت تخدني معي انا نفسي يشوف المكان ده قوي سمبا الموضوع انتهى خلاص ما تتكلمش فيه تاني انا قلتلك ان المكان ده خطر وان ما ينفعش ان انت تروحه يلا اتفضل روح بقى ذاكر دروسك وركز في التمرين بتاعك ومش عايز يجيلي منك اي شكوى تانية وإلا هيكون ليا تصرف تاني معيك حضر يا بابا انا اسس بعد اذن حضرتك صباح الخير يا ملك الرغابة انا بلغت كل الحيوانات بمعادة الاجتماع وان شاء الله كلهم هيتجمعوا بعد نص ساعة اي اوامر تانية شكرا لك يا ردي يا حكيم طيب تمام كلهم عارفوا معادة الاجتماع لان مفيش وقت والمخاطر كشير جدا كله عايز يستولى على البير السحري اللي في الرغابة بتاعتنا ايه يا ملك الرغابة كلهم عارفين معادة الاجتماع والله يا ملك الرغابة هو كله عايز يتحول لبطل سحري زي ما حضرتك عارف ان البير السحري اللي عندنا في الرغابة ان هو اي حد هيشرب منه هيتحول على طول لبطل خارق وكلهم بصراحة عاوزين يخدوا المغامرة ما هي دي اكتر حاجة الان يا ردي يا حكيم لان انا مش عارف مين اللي ممكن يشرب من البير ده ولما يتحول لبطل سحري هيعمل ايه في الرغابة مش ممكن يستولى عليها تقلقش يا ملك الرغابة ان شاء الله خير دلوقش حضرتك هتعمل الاجتماع مع بقيت الحيوانات اللي في الرغابة والناقش الامر المهم ده اهلا ازاك يا سامبا عامل ايه مالك يا سامبا مشو حزين كده ليه ومكشر قوي هو في حاجة مزع عليك ازاك يقرتون اعمل ايه انا زعلان بصراحة ماشي متضايق قوي بابا قلت لسه وايف معيه ومش احاوز يقولي انا متلانة كبيرة السحري وانا نفسة روحينك جدا تعالك يا سامبا هههههههههه والله يا سامبا دي انت دماغك فاضحه بوادك يا سامبا هناك اصلا عند البير ده فيه مخاطر كشير جدا لان في ناسية معيه عنيه على البير ده اصلا كنت سمعت ان لو حد شرب من البير ده بيتحول لبطل خارج بطل خارج و هووو توب ارجوك يا اردون لو انت تعرف مك сорlaughing هو في توبي ужас Speaking of the car واشكرك من فضلك انا اوديك لا 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 يا سنبا ماينفعش وبعدين انا مش عايز مشاكل مع ملك الغابة انت عارف ده لو سمع ان انا وديتك هناك ولا عارف حاجة زي كده هترني برا الغابة خالص ولكن كمان وإحنا هناك عند البير ما نعرفش نرجع ويحتل لنا حاجة لقدر الله لا 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 وبعدين بقولك ايه سمني بقى عشان انت عطلتني انا دلوقتي عندي اجتماع مع ملك الغابة بعدين اذنك بقى يا سنبا نتقبل بعدين مع السلابة وبعدين بقى ودي اناتون كمان ماشي طب انا حاوس اعرف اوصل ازاي للبير ده او انا عرف انا هامل ايه دلوقتي كل الحيوانات مجهولة مع بابا في الاجتماع وبابا كمان مجهول محدش هيشوفني خالص لو انا فضلت ماشي في الغابة حتى لو قربت من ناحية البير محدش هيعرف يقول لبابا عشان مفيش حدلوقتي وانا فضل ماشي في الغابة واكتشف بناسي مكان البير وان شاء الله اوصل السلام عليكم عاملين اي يا جريني العزاء يا رب تكونوا كلكم بخير عايزين قبل ما نبدأ الاجتماع ارحب بكم واقول لكم اننا جمعتكم انه هذا في الاجتماع ده عشان موضوع مهم جدا وفيه حاجة خطيرة ولازم نتكلم فيها بخصوص البير السحل اللي موجود عندنا هنا في الغابة خير ان شاء الله يا ملك الغابة اتفضل احنا كلنا سمعين حضرتك اتفضل يا ملك الغابة اتفضل احنا كلنا مع حضرتك وجايين الاجتماع ده عشان عاوزين نعرف حضرتك عاوز تعمل ايه وإحنا كلنا معاك طبعا كلنا معاك يا ملك الغابة اللي حضرتك هتقوله هننفذه على طول مديم احنا كلنا مصلحتنا واحدة يبقى لازم كلنا نباين واحدة مع بعض شكرا لكم جراني الاعزاء وانتو كده دايما بتكونوا عند حصنا ظني بكم يلا بينا بقى كل واحد عنده فكرة يقولها ازاي نقدر ان احنا نحمي البير بتاعنا من اي عدو ممكن ييجي عليه يا لهواء يا رجلي وجعتني جدا باشي ساعة ماشي وما لقتش حاجة والاجتماع كمان قرب يخلص وانا ازهقت وتعبت وكله شمس قوي يا ترى انت فين يا بير يا زح او يا نيارك ليه وبعدين بقى في الملل ده انا زيتي جدا ومش لاي حاجة اعمل ايه يا رب بلاقيه بقى عشان انا تعبت ايه ده الا انا شايفه من بحيت ده ده شكله كده البير ولا ايه يارب انشاء الله يطلع هو امامش الحد هناك وتأكد بنفسي ياه اخيرا وصلت اخيرا لقيت البير الساحبي واو رائع جدا ام اقرب بقى منه واروح اشرب عشان اتحاول لبط الخارج انت ا solution حالو انت تعالي بقى انت اللي جاتني برجليك بقى انت بقى سمبا اللي ملك الغابة مخبيك مننا إي! فيقر إن إحنا ما كناش هنعرف نوصلك لو إنت ما قلتش قتلنا بنفسك قلنا إحنا هنجيلك يا سيمبة تعال يا حلو ياداميل إنت كم هذا انهرولي انهرولي اه اي لاه انا من اعمل في نفسي لا! يقول انني كنت سمعت كلام بابا! لما ق smok zaakr! انا اقل لك ابنيت هناو! مجنو تهربت من الواحش و نهلت الكافي المحبوس! اعمل ايه! يا امه اطلع! اروح تاني ان الواحش من ناحية تانية! يا امه افضل! نظيفدي يجوجو حكم وفي حاجة من الحيوانات! بيجي تقعا� انخاطق اسم وقاطق 10 رب اسمراً! وقف معي يا رب وانقذني يا رب انا خايف قوي سمبا سمبا تقل لي جابك هنا وقل لي حبسك كده انا الحاني يا بيبو انت قل لي جابك هنا اكيد ربنا بعثك عشان تنقذني رو بسرع يا بيبو وقل لي بابا ان انا محبوس هنا خليه الحاني وقل له ان الناحية التانية عند البير فيه وحش كبير قوي انا عربت منه وجده ان لقيت نفسي محبوس ان الحقوني ان الحقوني يا بيبو حاضر يا سمبا انا هروح له حالا وهبلغه وان شاء الله هننقذك بس مبطى رعيات مش هنتأخر عليك يا سمبا شكرا لك يا بيبو انا مستنيك وما تتأخروش علي ايها يا ملك الغابة سمبا سمبا محبوس ايها يا ملك الغابة ابني سمبا انا محبوس محبوس فين يا بيبو تعالوا ورينيه مكانه بسرعة بسراحة يا ملك الغابة سمبا محبوس عند البير السحري هو راح لحد هناك وتدخل الوحش المفترس يلا بسرعة وهو دخل النفق اللي فيوش للبير وتحبث هناك في اخر سجن يلا بسرعة عشان نلحقوه وانا يا ملك الغابة عملت حسابي وجبتلك معي مية سحرية من البير السحري عشان حضرتك تتحول لبطل خارق وتروح تنقذه بسرعة من الوحش الشرير يلا هيت بسرعة المية المسحورة يا بيبو خليني اروح عنك السمبا اتفضل يا ملك الغابة ربنا معيك ان شاء الله ومن هنا بدأت المجامرة اوووووووoo ها mie انا بقيت هالك بطل الابطول ها البطل الخارق يلا بسرعة علشان الانخذ ابني سيمبة انت فين يا سيمبة حطوك فين يا سيمبة طلع اي صوت عشان عارف مكانك اهلا ملك الغابة انا قلت كده برضو قلت السبب الوحيد اللي يخليك تيجي لحد هنا ان احنا ناخد سيمبا اهلا اهلا والله خلاص من النهار ده انت و سيمبا مش هيبقى لك وجود وهيبقى المكان دالينة والبير دالينة دحك تاني يا مزقوب لا مش انا مش كفاية ان انا ملك الغابة وكمان دال والشبقيت البطل الخارق هلق يلا هغوووووووووووووووووووووووووووووووو انا بقى هقج عليك واخلص الغابة كلها من شرورك وهنقذ ابني سيمبا والبير ده بتاعنا وانتو مالكوش في حاجة الحمد لله قضيت عليه وخلصت الناس من شره ورجعت تاني لينا البير السحري بتاعنا الحمد لله اما اروح بقى ادول على سيمبا هو كمان وانقذه شكرا يا بابا لحضرتك عشان حضرتك انقذت لي وانا اسف جدا يا بابا ان انا ما سمعتش كلام حضرتك انا غلط واخدت جزائي يا بابا انا اسف مش هعمل كده تاني ابدا ابدا عمري المهم يا سيمبا ان انت تكون تعلمت من غلطتك وما تقررهاش تاني وانا بالنسباني خلاص انا مزعلان منك شكرا جدا لحضرتك يا بابا وبكده يا صحابي تكون خلاص تحددت انها قد يارب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وما تنسلوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة كرتون على ملولو عشان يمسلكوا كل يوم الحاجة اللي بنزلها ودمتم فراعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي